تحسير تجارات مجهولة الأسباب في مستودع للذخيرة بمنطقة بابسقى بريف إدلب يتبع للجبهة الوطنية للتحرير تعددت أضرارها وكذلك الروايات عن أسبابها قتلان بينهم طفلة وتضرر أكثر من سبعة عشر مخيما ونزوح ما يقارب ثلاثة ألاف وخمسمائة مدني هي نتيجة تطير عشرات القذائف والصواريخ من مستودع التذخير وسقوطها على مخيمات نازحين المنتشر هناك حسب إحصائية نشرها فريق منسق الاستجابة ومع كثرة الأضرار تعددت روايات أسباب الانفجار إذ تنقل صحيفة المدن عن ناشطين قولهم إن طائرة مسيرة حلقت فوق المنطقة قبيل الانفجار وأسقطت أحد صواريخها فيما قال آخرون إن الانفجار ناتج عن صاروخ روسي بعيد المدى استهدف المستودع تنقل الصحيفة عن عنصر في فيلق الشام نفيه للروايتين مؤكدا أن السبب داخلي وليس خارجيا في حين لم يصدر حتى اللحظة بيان رسمي من الفصيل يوضح ما هي الأسباب التي أدت لحدوث الانفجار هي ليلة قاسية مرت على سكان الشمال جعلت تساؤلات تدور حول سبب وجود مخيمات النازحين بالقرب من مواقع تعتبر عسكرية ومرتفعة المخاطر ترجمة نانسي قنقر